دكتور يحيى، لماذا برأيك تزاحمت فكرة مشاريع الإصلاح وهذه الدعوات في وقت واحد الكاظمي برهم صالح الحلبوسي؟ بداية المساء الخير إلك ولمشاهدي قناة الغد يجب أن نميز هنا بين نوعين من الدعوات دعوة السيد برهم صالح والسيد عمار الحكيم هي الدعوة لدستور جديد عند الحديث عن عقد سياسي وعقد اجتماعي فهو حديث واضح يتحدث عن أن الدستور الحالي لم يعد صالحا لإدارة الوضع في العراق وأن هناك ضرورة لإعادة كتابة دستور جديد وأنا شخصيا كنت أقول هذا الكلام منذ العام 2006 على سبيل المثال كنت دائما ما أقول أن هناك حاجة لإعادة هيكلة النظام السياسي من خلال دستور جديد لأن الدستور القائم دستور غير صالح دستور منتج للأزمات ودستور عمليا لم يتم الالتزام به يعني الجميع في العراق يتعامل مع الدستور كخرقة يستخدمونها عند الحاجة ويركنونها عندما لا يحتاجون إليها وبالتالي يجب أن نضع دعوة السيد برهم صالح رئيس الجمهورية والسيد عمار الحكيم في هذا السياق الدعوات الأخرى التي يطلقها السيد الكاظمي والحلبوسي أعتقد هذه تأتي في إطار دعوات إنشائية بروباقاندا سياسية تدعو إلى كل الجهات يعني كل الجهات تدعو إلى إصلاح الدولة إلى محاربة الفساد مع العلم الجميع يعلم أن الفساد في العراق فقط أكمل سيدتي مع العلم الجميع يعلم أن الفساد في العراق فساد مؤسسي فساد بنيوي هو جزء من بنية الدولة العراقية وليس طارئا عليها والجميع من دون أي استثناء شركاء أصيلون في هذا الفساد لهذا لا يمكن التعامل مع هكذا دعوات إلا في إطار البروباقاندا السياسية كنت سأسألك عن مراجعة العملية السياسية في الوقت الحالي هل هو أمر بيد الرئيس ليطلق دعوة بخصوصه وخاصة أن الشارع غاضب من كل الطبقة السياسية بما فيهم الرئيس دكتور يحيى يعني هذه إشكالية الحقيقة تتعلق بالدستور يعني المشكلة في الدستور العراقي أنه دستور جامد غير قابل لعادة الصياغة المشكلة أيضا أنه لدينا مادتين في الدستور العراقي تتعامل مع موضوع إعادة كتابة الدستور أو تعديل الدستور ولدينا قرار من المحكمة الاتحادية ألزم الجميع بالالتزام بالمادة التي تقول أنه يجب بداية الذهاب إلى تنفيذ المادة التي تتعلق بالتعديل الدستوري أولا قبل الذهاب إلى الدعوات لإمكانية القيام بدعوات لتعديل هذا الدستور وهذه إشكالية حقيقة يعني تطبيق المادة 142 أولا قبل المادة 136 هذا إشكال دستوري قانوني ولكن عملية لا وجود لإرادة سياسية في العراق لتعديل الدستور هناك مكاسب تم الحصول عليها من هذا الدستور لبعض القوى السياسية ولبعض المكونات وهذه ليست مستعدة للتخلي عن هذه المكونات ولو انهجم العراق بك